شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا لأنسب أسلوب لتنفيذ أعمال التأمين الكيميائي للقوات على كافة المستويات لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام أحدث أسليب التأمين الكيميائي المتطورة وذلك في إطار خطة التدريب القتلي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة إجراءات البيان وطلبهم الحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم اشتركوا في القناة